موسيقى 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 أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا إمامنا وحبيبنا إسوتنا وقدوتنا معلمنا وملهمنا فاللهم صل وسلم على نبيك المختار وعلى آله الأطهار وعلى صحابته الأبرار ما تعاقب الليل والنهار يا عفو يا غفار بسم الله الرحمن الرحيم وعلى نبيه أزكى صلاة وتسليم مشاهدي الوطنية الثانية الأعزاء ومتابعي برنامج الدين يسر الأحباء الأوفياء خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي الدين يسر هذا الفضاء المخصص لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم واستفتاءاتكم وكل ما ترمون البحث فيه والسؤال عنه في المسائل التي تعنوا لكم وفي الأسئلة التي تعترضكم أو في بعض الوقائع التي تعيشونها وتريدون معرفة حكم الشرع فيها ومعرفة موقف الدين بإزاء ما تتعرضون له هذا الفضاء يمكنكم التواصل معنا فيه من خلال الرقم الهاتفي الموضوع على ذمتكم 93-438-038 هذا الرقم الذي نضعه على ذمتكم يمكنكم التواصل به معنا والذي يظهر أسفل الشاشة حتى من خارج أرض الوطن يتقدمه 00-216 مفتاح تونس لمن أراد الاتصال بينما خارج الجمهورية التونسية 93-438-038 سعداء باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم وكذلك يمكنكم متابعة الحلقات الماضية أو الفائتة التي لم تستطعون مشاهدتها مباشرة في الوطنية الثانية تجدونها على موقع الوطنية 2 نوري بلاي أو على موقع اليوتيوب فقط كتابة برنامج الدينويسر بالأحرف العربية على بركة الله تعالى وربحا للوقت وشفاقة بمشاهدين الأعزاء حتى لا نتركهم ينتظرون نمر مباشرة إلى استقبال أولى المكالمات الهاتفية الواردة علينا من أختنا حنين من فرنسا أهل وسهل إيلين مرحبا أهل وسهل أهل وسهل بك أسلمة يا مرحب أهل وسهلا بك إيلين مداريك مرحبا أختنا إيلين أهل وسهلا بك مرحبا أختنا إيلين والله عندي ذو الأسألة يعني اللولاني هي حلمة ما بذلك بي عندي عندي توم عرصة 7 سنة مثلنا وديما يعني ديما جيني حلمة لأين يعني كش نقولوا باش ننطلق مثلا ونبدك قلبي محروق مثلا متغشة برسا باش نبدع على راجلي ولا فمت يعني ديما كأي أما باش نطلق يهو الشي بعد عليا يعني ديما ثم كل مناميت وديما يعني ديما كالحرقة انت على القلب نحسها قوية لدرجة انها عبارة بالحرق حتى كن في الظنهارين عدينها كن متغشة هذا فقط في المنام وفروق وفي الواقع مثلا ماشي أعزيم الحمد لله الحمد لله انا ثلاثة صغيرة ولدرجة حمد لله أما ديما للمنام هيك يعني جيني جيني ديما كنت أكثر الوقت تسجيني أبشر يوخنا ونبعدوا أباق حتى تليق ولا حاس أبشر يوخنا وعندي سؤال ثاني عندي سؤال ثاني انو نحب نعرف اين كنت صغيرة يعني يعني أول ما بيت نصوم عندي كل ايامة هذو كما من منصوم همش ومرعدهمش نحب نعرف ايني شنو نعمل اني رديت منهم ايامات نسيت ما رديتهمش يعني تدريتهم نسيت ما رديتهمش يعني شنو خكم هاكوا هندي عارف الايامات هذو ما عارف عددهم عارف الأشهر صراحة والله الله لم تذكر هكي من المشكلة ما تذكرت قدير فما ايامات رديتهم يعني كما نقولوا يطلع رمضان نجعل ايامات يعدي فما ايامات ننسى يعني ما مش مضبوطين ما ردهمش الله يبارك اخني أبشر بارك الله فيك عيش خوني والحمد يا مرحبا اهلا وسهلا بك عيش بارك الله بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه اولا ابتداء انتم تعلمون اننا في هذا البرنامج لا نقوم بتعبير الرؤاء وانما نعطي الاحكام الشرعية من خلال السنة النبوية التي تتحدث على موضوع الرؤاء والاحلام وخاصة هذه الاحلام التي تنقص على المسلم او تكدر عليه وهي ليست من الواقع مثل ما تحدثت اختي ايليم من باريس التي قالت ان هناك حلم يتكرر دائما على انها فارقت زوجها وانه طلقها وان حياتها الاسرية دمرت او شيء وهذا يزعج الانسان عين استيقاضه وفي منامه وينغص عليه حياته خاصة وان مثل هذه الاحلام تتكرر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسم الاحلام يعني هو في اللغة الرؤى والحلم بمعنى واحد ولكن في الشرع الرؤى من الله والحلم من الشيطان والثالثة حديث نفس لذلك سألت أنا قلت لهذا في الواقع هل له اتصال بالواقع قالت لا ليس له اي اتصال بالواقع لا هم بصدد اعداد لقدر الله يعني قضية في الطلاق ولا هناك يعني وانما هناك كان الوئام والانسجام ورب يدوم عليهم نعمة الوئام والانسجام والتفاهم والمودة والرحمة العمودين التي تبنى عليها الحياة الاسرية عمود الرحمة وعمود المودة هذه السكينة وهذه المحبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزق بها جميع الازواج فقال الرؤى من الله والحلم من الشيطان والثالثة حديث نفس اذا في المستوى الشارعي هناك ثلاث اصناف من الرؤى الاولى تسمى رؤية هي من الله ما معنى من الله ان الله سبحانه وتعالى يبشر او ينذر المبشرات انقطع الوحي وبقيت الرؤية الصادقة الرؤية الصادقة هذه يراها المؤمن او ترى له اما ان يراها هو او ان يراها له غيره يقول له يا فلان لقد رأيت ركاة رؤية طيبة وانك كذا وانك في بيت الله او انك تبت او ان هذه رؤية وهناك رؤية مبشرة وهناك الرؤية المنذرة الرؤية المنذرة هي كون الانسان يكون في زيغن وفي انحراف ده يبعد على طريق المستقيم رب سبحانه وتعالى يرسل الله في المنام ما يوقظه نقوز يدق فيتنبه في منامه وقد قيل هذا حتى على بعض الزهاد والعباد مثل مالك ابن دينار وغيره قالوا انه كان يعني قاطع طريق وكان فاسقا وكان كذا وانه رأى رؤية افزعته رأى نفسه ان القيامة قامت وانه يقف بين ييد الله عز وجل وان الله يسأله على ما يقوم به من انحراف وكذا فتلك الرؤية عدلت مسار حياته تسعين درجة كما يقول الهندسيون يعني اصبح مستقيما منضبطا تائبا ورعا بل اكثر من ذلك امسا وغدا من كبار الزهاد والعباد هذه الرؤية المنذرة من رب سبحانه وتعالى ماهوش حلم من الشيطان لتفزيع وتقدير وانما هي رؤية من الله سبحانه وتعالى حتى تعود الى طريق الجادة وتثوب الى رشدك وتتوب وتأوب هذه رؤية منذرة اذا هذه الرؤية بسقيها المنذرة والمبشرة الثانية هي من الشيطان وهو ما يهم اقنائرين من باريز الرؤية هذه التي ترينها هي من الشيطان الحلم الرؤية من الله والحلم من الشيطان اي كون الشيطان يزعج الانسان في منامه ينغص عليه يريه مظاهر يعني مرعبة مخيفة كذا فهذا امر واهي بحمد الله تعالى كون الانسان اولا هي لا تضر ليس لن يكون لها علاقة بالواقع باذن الله تعالى لا يحدث بها احدا وانما باذن الله تعالى يقوم بما كان اوصان به النبي صلى الله عليه وسلم انه ينفث على شماله ثلاثا النفث هو اقل من التفل واكثر من النفخ اذا كان النفخ يقول اف اذا كان التفل كثير يعني يتوف اكرمكم الله وانما هو ينفث يعني فقط يقول اكثر ثلاث مرات على يسيارك فانها لا تضره ويذكر اسم الله وحب ذا لو يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين وباذن الله تعالى لا تضره ولا يحدث بها احدا وحتى الرؤى هي الاصل انه لا يحدث بها الا لبيبا او حبيبا فالرؤية معلقة بحنصر طائر وفي رواية برهل طائر اذا اولت وقعت او اذا عبعت وقعت ونعرف قضية تعبير الاحلام هذه ميزة او نبوة او يعني معجزة من معجزات سيدنا يوسف عليه السلام الذي قال لصاحبي السجن قضي الامر الذي فيه تستفتيان اذا هي فتوى بمعنى طلب سؤال وهناك من قال انها فيه تعتبر فتوى شرعية حتى ان المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله حلمت في المنام رأيت ان سقف بيتي وقع وان العمود الذي يرفع عليه البيت وقع ويعني انجبت غلاما فقال لها يعني سيعود زوجك مضفرا منتصرا من جهاده وستنجبين منه ولدا ضارا وعبر لهذه الرؤية وكان ذلك كذلك وعاد زوجها وانجبت ولدا صالحا بحمد الله فمش بشرطية اللي شوفها مفزعة هي حقيقتها مفزعة حتى ان في احدى المرات وجاءت تلك المرأة الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنين وسألت السيدة عاشا سألتها السيدة عاشا انت ما تريدين قالت لا اريد النبي صلى الله عليه وسلم ما الخطب قالت لها رأيت رؤية ان سقف بيتي وقع وانجبت غلاما قالتها سيقتل زوجك وستنجبين ولدا فاجرا هكذا سيدة عاشا فالمرأة جلست على عكبة بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشا اذا عبرتم الرؤية فلا تعبروها الا الى خير يعني ديما تعطي الفيل طيب فانها اذا اولت وقعت والثالثة حديثه نفس هذا ما سنتوسع فيه من تسمع فيه اختنا ايلين نسمع فيك اذا انت كل ما تقومين به هذه الاحلام المزعجة راهي من الشيطان وحتى احد الصحابة جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وعرف انه ابو قتادة قال كنت ارى الرؤية فتمريضني يعني نصبح مريض تاعب وكثر الهول اللي نشوف فيه قال فيعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله اني ارى ان رأسي قطعت وهي تتدحرج قال نشوف يا رأسي مقطوعك الكورة وتدحرج امامي وانا اركض وراءها فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يعني باي عينيك كنت تنظر اليك قال كيف رأسك مقطوعك كيفش كنت تتفرج فيه قال لا تخبر الناس بتلاعب الشيطان بك اذا رأى الانسان ما يسره يعني يستبشر واذا رأى ما يكرهه لا يحدث به احدا ويعني هذا من باب تنغيص الشيطان ويستعيد بله من شرها وينفث عن يساره ومن باب احسن واولى انه يتقلب على جنبه الاخر والاكمل والافضل انه يتوضى ويصلي ركعتين ويطلب من الله سبحانه وتعالى ان يرزقه الخير وهذه لا تضره فالمسألة الاخيرة هي حديث النفس كون الانسان وقتاش تكون هذه الرؤية عندها دلالة او شيء عندما تكون متصلة بالواقع حديث النفس او الاحلام التنبؤية هذه تحدثت عليها علماء النفس وخاصة فرويد وغيره كون هذا الانسان يكون مهموم عنده شغل مشغول مثلا امرأة ستقوم بقضية طلاق حقيقة مع زوجها فاليين ستتحلم يوم الجلسة او كذا بيش تحلم بالموضوع هذاك هذه حديث النفس يعني مكنون العقل الباطن تظهر في تلك الاحلام هناك امور يعني ما حدثتني فيها تعتبر يعني بإذن الله من تنغيص الشيطان يحب ينغص الشيطان وليست حتى اضغاط احلام اضغاط يعني حلم لا لها رأس ولا سأس متفرقة اضغاط فيما الحزمة طالح طب يكون قشفاها من هذه وعودمتع زيتون وعودمتع رمان وعود كذا فهذه لا تؤثر ان شاء الله تعالى بالنسبة لسؤالك الثاني حول قضية المرأة اذا ادركها الحير السيد دعائي تقول كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فالحائض لا تقضي الايام التي لم تصلها وانما تقضي الايام التي لم تصمها ما وقع معك اختي ايلين كون هذه الايام تراكمت رجعت ايام وايام اخرى ما رجعت اياش وقلت كنت صغيرة ما كنت نعرف الحكم الشرعي وهذا كذا فما عليك كونك تصومين هذه الايام اذا كان انت تستطيع تنجمي تصومي اخنا الينا صحيا لباس لباس اذا رجعهم الصياع ولو متفرقات ويعني مش بشرطية يكونوا متابعين حتى يغلب على ظنك طالما انت ماكش عرفتهم 20 يوم 30 يوم 15 يوم طالما ان هذه الايام هي متفرقة وتقول انت لاربع سنوات او اكثر او اقل فهذه يعني تصومين حتى يغلب على ظنك 2 وخميس تصومين الايام الفاضلة يوم عرفة يوم عشوراء يعني هذه كلها تصومين السورة للشهر ثلاثة ايام الوسطى لكل شهر هذه كلها باذن الله حتى يغلب على ظنك يعني انك قضيتها وبذلك تكون يعني تنويها اللي هي قضاء لتلك الايام هذا حتى تطمئني انت نفسني وتعرفي كونه غالب على الظن لذا كونهم عشرين يا اخي انا صمت بالزايد انا صمت شهر يعني ولو متفرقات ولو عند فصل الشتاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصوم في الشتاء غنيمة سهلة حاجة سهلة قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه يعني يكون نهار قصير وانسان يكون منهمك في عمله ولكذا فسرعان ما يذن المغرب فهذه الامر واسع بحمد الله تعالى ولا يشترطوا ان يكون متتالية او متتابعة ولا يشترطوا عليك ان تؤدي يعني فدية الا اذا كنت ميسورة يعني عندك فلوس وكذا اتنجمي تخرجي الفقراء في تونس لهنا تبعتينهم او كذا مقدار ما يطعم مسكين كل يوم فهذا هذا يكون اكمل واحسن لان الانسان كيف يكونوا عليها ايامات امتاع رمضان وما رجعهمش حتى ادركه رمضان الاخر السيدة عائشة تقول يكونوا عليها الدين من رمضان فلا اقضيه حتى يدروا يكونوا شعبان يعني يكونوا عندي دين من رمضان اللي فات ونبقى 11 شهر من رجعهمش كيف يجي شهر شعبان ان نرجعهم هذا جايز ولكن هناك من العلماء من قال اذا ادركه رمضان اخر واخره بلا عذر كون لاه مرأة مرضع ولاه حامل ولا كذا ولكن انسان اراد ان يؤخر 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 من باب التهاون والكسل يقولك اذا كان ادركه رمضان اخر فهذا عليه الفدية التي هي الفدية الفضيلة وليست الفدية البديلة يعتبرها عبارة كما قلو احنا كأنها تغطئة له وكأنها عقوبة له او تثقيل عليه او تغريم له لانه اخر ذلك الصوم حتى ادركه عام جديد وشهر جديد نحاول ان شاء الله في مفاصلة هذا البرنامج نتوسع ببعض الاسئلة بعد استقبال مكالماتي فيها جديدة من اختنا الفاضلة ام حمدي من ولاية زغوان اهلا وسهلا بك اختنا ام حمدي بيك اكثر اعايتك سيد يا مرحب بيك اعايتك تفضل سيد الشيخ اتالفت فلوس من عند لوتي اي وقعد ومش رمضان هذي رمضان اللي فيت اتالفتهم من عندها وبعد رمضان قاتلي رجعيهم لي باه؟ وهي مرضت ربي شفاها ان شاء الله لمتهم له وعزيتهم له معناها ديرك هي قاتلي خليهم عندك ايه العم؟ كايب توفت الله يرحمها رب يرحمها إن شاء الله معناها أعطتهم لي بدون نظر راجلها من بعد كان رجعتهم لها قلت لي بسمها منتي واخواتي أخوذي منها منتي شوي بسمها منتي واخواتي هي يعني هي وقت لي مشيت أنت ترجع لي في الفلسات قالت لك أني مناش واخذتهم وأنما أخوذ أنت واخواتي اقسموهم مع بعضكم وقالت لك حددت للمقدار قداش قتلك حاجة أخرى قتلك تصدق منهم قتلك حاجة ما أعطتك شيء آي 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 قتلي تصدق منهم شوي ولبقية يسميها منتي واخواتي طيب هي من بعد كعتتهم لي قلت حكيم وتوفت هي قاعدة وكل فلوس عندي أعطيتهم السلفي الكبير وقسام منهم وقاعد الفلوس لي ما حبيتش نمتهم أعطيت لأخواتها والقرين اللي أخذيتهم لي ما حبيتش نمتهم قاعد قلت مع رازلها قاعد دعار كل شيء بقيتهم لني باينة رجعتهم لهم أخواتها ما بوش يرجعوا يرجعوا الفلوس قاعد برازلها معناها ما يكلمني سنة قاعدة نعموها حيرة لنضرارة واني الفلوس ما أخذيتهم أنت يعني الفلوس مالها هي ولا مالزوجها هذا هي فلوسها هي فلوسها هي وهي وصت قبل ما تموت قالت لك هذا يعني تصدقوا منهم وأخوديهم منتي وأعطي أخواتي منهم ما قد لك شعرت الزوجة ولا شيء لا لا كنت ما تعطوش هذه أواصية يعني مثلا مش علش زوجها حتى يعني يعني المبلغ قداه يعني كبير مليون ومتين مليون ومتين هل مليون ومتين قتلك يعني وزعيهما بين كنتي واخواتي فقط وانت كيف تشوف زوجها يعني غاضبة قتيلها ورجعتيهم الفلوس رجعتهم ويرجعتهم وقاعد متغسس معناها كيفاش اخواتها هي ما رجعوش الفلوس لا من ناحية شرعية كون الأصل كون وصية والوسية الميت نافذة خاصة في ثلثه وثلثه كثير كما يقول رسول صلى الله عليه وسلم يعني الميت الإنسان يكون يعني قائمه قبل وفاتها بمدة يعني ماهيش في اللحظات الأخيرة وكذا هي في سكرات الموت ولا شيء ولي على سيت ما عندها تصغار معناه ربي يرحمها إن شاء الله برحمته الواسعة وزوجها إن شاء الله يعني ربي يصبره على فراق زوجته ونقول له أنه ليس له الحق في هذا لأنه لا يعتبر ميراثا وأنما هي وصية ماهي تاريكة هذه المرأة أقرضتها وقد جتت رجع لها في الدين قالت لها يعني أنا هايك الفلوسيت هذوكم أنا رأيني نحب أن تصدقوا منهم لكتب والباقي خوذي منها أنت ووزعيه مع أختي فاتهى الأمر أو أخواتي فهذه تعتبر وصية من بعد وصية يوصى بها أو دين من بعد وصية يوصينا بها أو دين من بعد وصية يوصى بها أو دين يعني ذكرت هذا الأمر في القرآن في مواضع متعددة يؤكدوا على قيمة الوصية وكون الإنسان له الحق في ماله هي الإنسان عنده الحق أن يتبرع بثلث ماله عند إنسان تسعين مليون ينجي مجي يقول ثلاثين مليون هذو وصية أوصي بها للأيتام أوصي بها للأرامل أوصي بها للفقراء أوصي بها لمرضى السرطان ربي يشفيهم ويعفيهم إن شاء الله أوصي بها لمرضى كذا هذه كلها يعني باب الوصية من حقها ثم الوصية لا تكون لوارث يعني هذه بالنسبة للثلث ولكن هذا الدين أرادت أن تتنازل عنه عنتي بخاطر فليس من حق زوجها أن يجزع وانتي هاكزت يرجع تيهم الفلوس إن شاء الله ربي يجزيك كل خير وما قمت به وربي يهديه إن شاء الله نستقبل مكالمهات فيه أخرى من أختنا سامية والأخونا سامية والقصرين سامية والقصرين برحبا بيك مرحبا يرحم والديك مرحبا يرحم والديك أن عندي استفسار حول مسألة الرضاء كما هو معلوم عندك معنتها طلبت المرة الأخرى وعطيتهم معنتها للموضوع أمي خطبتلي بنت خالي عندها عامين تزيد لكن صايرة قبل حالة متاع رضاء رضاء هي عن غير قصد معنتها ما سميش كانت نية متاع رضاء الحكاية كانت أم أم بنت خالي معنتها هذه يجمع في الزيتون طفلة لوطة جت بحلام أمي أنا قتل يمكن سكتها الطفلة على أساس مداعبتها لأكثر أخي هي كي طبس عليها معنتها وأمها الفوق في شجرة الزيتون معانا تجمع الزيتون هي في حينها معنتها قاعدة ترضع في أخي الصغير فمت بسهو معنتها عطتها رضاء رضاء معنى كي عايزت أمها الفوق معنى قالت من عرش لمصة لمصتين لسلسة فمت أمها الفوق معنى عايز بعد الطفلة هي بهكا بقوة معنتها ما كانتش عندها حد ثانية متاع رضاء غير شنية بتهو وكهو معنى وسميش كون معنتها اللي قال لي معنتها حكاية بلا غير سهو فبلا غير معنتها كانتشها قصد ومكانتش كذا العمل على ربي والعمال ديمة على الله إذا كان ثمش كون شككلي في الحكاية ونحاب يتأكد من موضوع هذا مبارك الله فيك ولن قضية النية مهيش مطروحة في الرضاء لا ماشى برضاء على نية أو غير نية ثم هذه الأعمال على الله هناك يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب مجيش إنسان يقوله يستفكت إنسان يقوله أي بره العمل على الله ما لا يعني الأحكام الشرعية عليش يعني يجب أن يكون حتى في القانون الوضعي لبعض يقوله مجيش شخصي نفس ستقول لابد أن يكون خلوز أو جاي من الموانع الشرعية من بين الموانع الشرعية هي الرضاعة يعني حتى في القانون الوضعي هذا معمول به وأحيانا القضاء نفسه يحتكمل الناس المثل هذه الأمور ويوثق أنت الذي الوضعي هذه صارت مرة واحدة فقط مرة واحدة شكون اللي شاهد عليها الحكاية هذه نعم شكون اللي شاهد عليها الحكاية هذه شكون حكيها لك أمك مرت خالف أمي لا أمي أمي حكيت هالي و وشكون معها آخر ومرت خالف بيتمين ومعها نورمال مو خالي يعني هم قالوا للمقلي ما تفطنش للحكاية معانتها أما أم الطفلة هي الكفات تطلها معانتها كي سكت الطفلة يعني بتلفيتم تاعها هي يحكم بعضها قلت لها هيش بك ترزع ساعي يا أخي معانتها فهمتوا هاكا عيطوا فهمتوا لا كاين مرتكبوا حاجة معانتها ما همش رايدينها معانتها شوف سيسامي نعم أنت البنائة هذه تحب تتزوج بها مش تخطبها أكيد ماداما خطبها وقريبت أكيد معانتها أنت تحب تتزوج بالبنائة هذه والبنائة هذه رضعتها أمك شوف الأصل كون الرضيع صار ينتمي للأسر البنائة هذه أصبحت بنتا لأمك إذا كان رضعت منها بقي قضية البذاهب في قضية الرضاع عدد الرضاعات والأمر هذا والسن بتاع البنائة اللي رضعت يعني وقتها عمرها أقل من عامين لا وقتها أقل من عامين أقل من عامين شفتوا كذا فهمتوا أقل من عامين شوف أخونا سامي الأقل من عامين يعتبر الرضاع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لما أراد أن يتم الرضاع لا رضاعة إلا في المجاعة يعني في المجاعة كون صغير يكون جعان بالحق ويحب يرضع أما مجرد كون تلقمه ثديها فقط بشتسكته أو كذا فهذا لا يزم يكون رضاعات معلومات متفرقات مشبعات على كل حال إذا كان أنت أردت أن تصرف الأمر على هذا وتخرج من الشبهة فقط تتزوج غيرها وغيرها كثير إذا كان بيته إلا أن تتزوجها فأختار لك أفتوى على المذهب الشافعي الذي يعني يقول لابد أن يكون خمسة رضاعات معلومات متفرقات أنا أريك كشفت المذهب وكذا وعنى ما جاء عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها معنتها في كتاب مسلم قرية برسا حاجاتنا فهمت ولا تختلف المذهب صحيح أما أنا أقول لك أنا أقول لك أن أعطوا صدقة بالنية أنزكوا بالنية فهمت ولا يس يسام يشوف يس يسام ياخو يسام يشوف إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا إمامنا وحبيبنا إسوتنا وقدوتنا معلمنا وملهمنا فاللهم صل وسلم على نبيك المختار وعلى آله الأطهار وعلى صحابته الأبرار ما تعاقب الليل والنهار يا عفو يا غفار بسم الله الرحمن الرحيم وعلى نبيه أزكى صلاة وتسليم مشاهدي الوطنية الثانية الأعزاء ومتابعي برنامج الدين يسر الأحباء الأوفياء خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي الدين يسر هذا الفضاء المخصص لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم واستفتاءاتكم وكل ما ترمون البحث فيه والسؤال عنه في المسائل التي تعن لكم وفي الأسئلة التي تعترضكم أو في بعض الوقائع التي تعيشونها وتريدون معرفة حكم الشرع فيها ومعرفة موقف الدين بإزاء ما تتعرضون له هذا الفضاء يمكنكم التواصل معنا فيه من خلال الرقم الهاتفي الموضوع على ذمتكم 93-438-038 هذا الرقم الذي نضعه على ذمتكم يمكنكم التواصل به معنا والذي يظهر أسفل الشاشة حتى من خارج أرض الوطن يتقدمه 00-216 مفتاح تونس لمن أراد الاتصال بينما خارج الجمهورية التونسية 93-438-038 سعداء باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم وكذلك يمكنكم متابعة الحلقات الماضية أو الفائتة التي لم تستطعون مشاهدتها مباشرة في الوطنية الثانية تجدونها على موقع الوطنية 2 أو على موقع اليوتيوب فقط كتابة برنامج الدينويسر بالأحرف العربية على بركة الله تعالى وربحا للوقت وشفاقة بمشاهدين الأعزاء حتى لا نتركهم ينتظرون نمر مباشرة إلى استقبال أولى المكالمات الهاتفية الواردة علينا من أختنا حنين من فرنسا أهل وسهل إيلين مرحبا أهل وسهل أهل وسهل يا مرحب أهل وسهلا بيك إيلين من داريك مرحبا أختنا إيلين أهل وسهلا بيك مرحبا أختنا إيلين والله عندي ذو الأسئلة لأني اللولاني هي حلمة نبدالك بي عندي عندي توم عرصة سبعة سنوات مثلا وديما يعني ديما تجيني حلمة لأني يعني كيش نقولوا بش نطلق مثلا ونبدأك قلبي محروق مثلا متغشى برسا بش نبدأ على راجلي ولا فمتا يعني ديما كأي أما بش نطلق يهو الشي بعد عليا يعني ديما تهمة كل منما يتوا ديما يعني ديما ديما كالحرقة انت على القلب نحسها قويها لدرجة انها عبارة بالحرق حتى كنفي النهاري نعدينا عدين متغشى هذا فقط في المنام محروق في الواقع مثلا ما الشي هذا ليه ليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله أما ديما المنام هيك يعني تزيني ديما فنت أكتب الوقت تزيني ولكن نبعد وأباق حتى تليق ولا حاد وعندي سؤال ثاني أنو نحب نعرف إني كنت ضغيرة يعني من أول ما بديت نصوم عندي كل أيامات هذو كما ما نصوم همش وما رعدهمش نحب نعرف إني شنو نعمل إني رديت منهم أيامات نشيت ما رديتهمش يعني تبرتهم نشيت ما رديتهم يعني شنو حكم هكوا 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 انتي عارف الأيامات هدومة عارف عددهم عارف الأشهر صراحة والله الله لن تذكر هكي من المشكلة من تذكر قدر فما أيامات رديتهم يعني كما نقول يطلع رمضان نجع رد أيامات يعني فما أيامات نانسة يعني ما ردهمش الله بارك أخنا بارك الله وفيك بارك الله وفيك بارك الله وفيك بارك الله وفيك يا مرحبا أهلا وسهلا بك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أولا ابتداء أنتم تعلمون أننا في هذا البرنامج لا نقوم بتعبير الرؤى وإنما نعطي الأحكام الشرعية من خلال السنة النبوية التي تتحدث على موضوع الرؤى والأحلام وخاصة هذه الأحلام التي تنقص على المسلم أو تكدر عليه وهي ليست من الواقع مثل ما تحدثت أختنا إليم من باريس التي قالت أن يعني هناك حلم يتكرر دائما على أنها فارقت زوجها وأنه طلقها وأن حياتها الأسرية دمرت أو شيء وهذا يزعج الإنسان عين استيقاظه وفي منامه وينغص عليه حياته خاصة وأن مثل هذه الأحلام تتكرر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأحلام يعني هو في اللغة الرؤى والحلم بمعنى واحد ولكن في الشرع الرؤى من الله والحلم من الشيطان والثالثة حديث نفسه لذلك سألت أنا قلت لهذا في الواقع هل له اتصال بالواقع؟ قالت لا ليس له أي اتصال بالواقع لا هم بصدد إعداد لقدر الله يعني قضية في الطلاق ولا هناك يعني وأنما هناك كان الوئام والإنسجام ورب يدوم عليهم نعمة الوئام والإنسجام والتفاهم والمودة والرحمة العمودين التي تبنى عليها الحياة الأسرية عمود الرحمة وعمود المودة هذه السكينة وهذه المحبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بها جميع الأزواج فقال الرؤي من الله والحلم من الشيطان والثالثة حديث نفس إذن في المستوى الشرعي هناك ثلاث أصناف من الرؤى الأولى تسمى رؤية هي من الله ما معنى من الله أن الله سبحانه وتعالى يبشر أو ينذر المبشرات انقطع الوحي وبقيت الرؤية الصادقة الرؤية الصادقة هذه يراها المؤمن أو ترى له إما أن يراها هو أو أن يراها له غيره يقول له يا فلان لقد رأيت ركاة رؤية طيبة أو أنك كذا وأنك في بيت الله أو أنك تبت أو أن هذه رؤية وهناك رؤية مبشرة وهناك الرؤية المنذرة الرؤية المنذرة هي كون الإنسان يكون في زيغن وفي انحراف هذا يبعد على طريق المستقيم رب سبحانه وتعالى يرسل إليه في المنام ما يوقظه نقوز يدق فيتنبه في منامه وقد قيل هذا حتى على بعض الزهاد والعباد مثل مالك بن دينار وغيره قالوا أنه كان يعني قاطع طريق وكان يفاسقا وكان كذا وأنه رأى رؤية أفزعته رأى نفسه أن القيامة قامت وأنه يقف بين ييد الله عز وجل وأن الله يسأله على ما يقوم به من انحراف وكذا فتلك الرؤية عدلت مسار حياته تسعين درجة كما يقول الهندسيون يعني أصبح مستقيما منضبطا تائبا ورعا بل أكثر من ذلك أمسا وغدا من كبار الزهاد والعباد هذه الرؤية المنذرة كون أحيان ديك رؤية من رب سبحانه وتعالى ما هوش حلم من الشيطان لتفزيع وتكدير وأنما هي رؤية من الله سبحانه وتعالى حتى تعود إلى طريق الجادة وتثوب إلى رشدك وتتوب وتأوب هذه رؤية منذرة إذن هذه الرؤية بشقيها المنذرة والمبشرة الثانية هي من الشيطان وهو ما يهم أخنائرين من باريز الرؤية هذه التي ترينها هي من الشيطان الحلم الرؤية من الله والحلم من الشيطان أي كون الشيطان يزعج الإنسان في منامه ينغص عليه يريه مظاهر يعني مرعبة مخيفة كذا فهذا أمره هيا بحمد الله تعالى كون الإنسان أولا هي لا تضر ليس لن يكون لها علاقة بالواقع بإذن الله تعالى لا يحدث بها أحدا وإنما بإذن الله تعالى يقوم بما كان أوصان به النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفث على شماله ثلاثا النفث هو أقل من التفل وأكثر من النفخ إذا كان النفخ يقول أف إذا كان التفل كثير يعني يتوف أكرمكم الله وإنما هو ينفث يعني فقط يقول أكثر ثلاث مرات على يسياره فإنها لا تضره ويذكر اسم الله وحب ذا لو يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين وبإذن الله تعالى لا تضره ولا يحدث بها أحدا وحتى الرؤى هي الأصل أنه لا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا فالرؤية معلقة بحنصر طائر وفي رواية برجل طائر إذا أولت وقعت أو إذا عبّرت وقعت ونعرف قضية تعبير الأحلام هذه ميزة أو نبوة أو يعني معجزة من معجزات سيدنا يوسف عليه السلام الذي قال لصاحبي السجن قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أي ذن هي فتوى بمعنى طلب سؤال وهناك من قال أنها فيه تعتبر فتوى شرعية حتى أن المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله حلمت في المنام رأيت أن سقف بيتي وقع وأن العمود الذي يرفع عليه البيت وقع ويعني أني أنجبت غلاما فقال لها يعني سيعود زوجك مضفرا منتصرا من جهاده وستنجبين منه ولدا ضارا وعبر لهذه الرؤية وكان ذلك كذلك وعاد زوجها وأنجبت ولدا صالحا بحمد الله فمش بشرطية لأن الأشياء التي تشوفها مفزعة هي حقيقتها مفزعة حتى أن في أحد المرات وجاءت تلك المرأة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنين وسألت سيدة عاشا قالت لا أنا سألتها سيدة عاشا أنت ما تريدين يعني قالت لا أريد النبي صلى الله عليه وسلم ما الخطب قالت لها يعني رأيت رؤية أن سقف بيتي وقع وأنجبت غلاما قالتها سيقتل زوجك وستنجبين ولدا فاجرا هكذا سيدة عاشا فالمرأة جلست على عكبة بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشا إذا عبرتم الرؤية فلا تعبروها إلا إلى خير يعني ديما تعطي الفيل طيب فإنها إذا أولت وقعت والثالثة حديثه نفس هذا ما سنتوسع فيه أختنا إيلين ما تسمع فيه أختنا إيلين نسمع فيك نعم إذن أنت كل ما تقومين به هذه الأحلام المزعجة أراه من الشيطان وحتى أحد الصحابة جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أنه أبو قتادة قال كنت أرى الرؤية فتمريضني يعني نصبح مريض تاعب وكثر الهول اللي نشوف فيه قال فيعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله إني أرى أن رأسي قطعت وهي تتدحرج قال نشوف في رأسي مقطوعك الكورة وتدحرج أمامي وأنا أركض وراءها فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يعني بأي عينيك كنت تنظر إليك قال كيف رأسك مقطوع أنت كيفش كنت تتفرج فيه قال لا تخبر الشيطان لا تخبر الناس بتلاعب الشيطان بك إذا رأى الإنسان ما يسره يعني يستبشر وإذا رأى ما يكرهه لا يحدث به أحدا ويعني هذا من باب تنغيص الشيطان ويستعيد بله من شرها وينفث عن يساره ومن باب أحسن وأولى أن يتقلب على جنبه الآخر والأكمل والأفضل أنه يتوضى ويصلي ركعتين ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الخير وهذه لا تضره فالمسألة الأخيرة هي حديث النفس كون الإنسان وقت يش تكون هذه الرؤية عندها دلالة أو شي عندما تكون متصلة بالواقع حديث النفس أو الأحلام التنبؤية هذه تحدثت عليها علماء النفس وخاصة فرويد وغيره كون هذا الإنسان يكون مهموم عنده شغل في مشغول مثلاً أمرأة ستقوم بقضية طلاق حقيقةً مع زوجها فأليين ستتحلم يوم الجلسة أو كذا بيش تحلم بالموضوع هذاك هذه حديث نفس يعني مكنون العقل الباطن وفي اللوعي الأشياء التي ترسخت تظهر في تلك الأحلام وهناك أمور يعني ما حدثتني فيها تعتبر يعني بإذن الله من تنغيص الشيطان يحب ينغص الشيطان وليست حتى أضغاط أحلام أضغاط يعني حلم لا لها رأس ولا سأس متفرقة أضغاط فيما الحزمة طالح طب يكون قشفاها من هذه وعودمتع زيتون وعودمتع رمان وعود كذا فهذه لا تؤثر إن شاء الله تعالى بالنسبة لسؤالك الثاني حول قضية المرأة إذا أدركها الحيد السيد عاش تقول كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فالحائض لا تقضي الأيام التي لم تصلها وإنما تقضي الأيام التي لم تصمها ما وقع معك أختي إيلين كون هذه الأيام تراكمت رجعتي أيام وأيام أخرى ما رجعتي وقلت كنت صغيرة ما كنت نعرف الحكم الشارعي وهذا كذا فما عليك كونك تصومين هذه الأيام إذا كان أنت تستطيع تنجم تصوم يخنا إيلين صحيا نجم نجم إذن نرجع يوم الصياء ولو متفرقات ويعني مش بشرطي يكونوا متابعين حتى يغلب على ظنك طالما أنت ماكش عرفتهم 20 يوم 30 يوم 15 يوم طالما أن هذه الأيام هي متفرقة وتقول أنت لأربع سنوات أو أكثر أو أقل فهذه يعني تصومين حتى يغلب على ظنك ماكش 22 وخميس تصومين الأيام الفاضلة يوم عرفة يوم عشوراء يعني هذه كلها تصومين سورة للشهر ثلاثة يام من الوسطى لكل شهر هذه كلها بإذن الله حتى يغلب على ظنك يعني أنك قضيتها وبذلك تكون يعني تنويها اللي هي قضاء لتلك الأيام هذا حتى يتطمئني أنت نفسني وتعرفي كونه غالب على الظن إذا كونهم عشرين يا أخي أنا صمت بالزايد أنا صمت الشهر يعني ولو متفرقات ولو عند فصل الشتاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصوم في الشتاء غنيمة سهلة حاجة سهلة قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه يعني يكون نهار قصير وإنسان يكون منهمك في عمله ولكذا فسرعان ما يذن المغرب فهذه الأمر واسع بحمد الله تعالى ولا يشترط أن يكون متتالية أو متتابعة ولا يشترط عليك أن تؤدي يعني فدية إلا إذا كنت ميسورة يعني عندك فلوس وكذا تنجمي تخرجي الفقراء في تونس لهنا تبعتينهم أو كذا مقدار ما يطعم مسكين كل يوم فهذا هذا يكون أكمل وأحسن لأن الإنسان كيف يكونوا عليه أيامات امتاع رمضان وما رجعهمش حتى أدركه رمضان الآخر السيدة عائشة تقول يكونوا عليها الدين من رمضان فلا أقضيه حتى يدركوا يكونوا شعبان يعني يكونوا عندي دين من رمضان اللي فات ونبقى 11 شهر من رجعهمش كيف يجي شهر شعبان أن نرجعهم هذا جائز ولكن هناك من العلماء ما قال إذا أدركه رمضان آخر وأخر بلا عذر كون لاه مرأة مرضع ولاه حامل ولا كذا ولكن إنسان أراد أن يؤخر يؤخر من باب التهاون والكسل يقولك إذا كان أدركه ورمضان آخر فهذا عليه الفدية التي هي الفدية الفضيلة وليست الفدية البديلة يعتبروها عبارة كما قلوحنا كأنها تغطئ له وكأنها عقوبة له أو تثقيل عليه أو تغريم له لأنه أخر ذلك الصوم حتى أدركه عام جديد وشهر جديد نحاول إن شاء الله في مفاصلة هذا البرنامج أن توسعه ببعض الأسئلة بعد استقبال المكالماتي فيها جديدة من أختنا الفاضلة أم حمدي من ولاية زغوان أهلا وسهلا بك أختنا أم حمدي بيك أكثر عايش نهلا وسهلا يا مرحب مرحبا بيك عايش تفضلي سيد الشيخ سيد الشيخ تلفت فلوس من عند لوسي أي وقعدوا مش رمضان هذاي رمضان اللي فيت وتلفتهم من عندها وبعد رمضان قطري رجعيهم لي بيه وهي مرضت ربي شفاها إن شاء الله لمتهم لها وعزيتهم لك معناها ديرك هي قطري خليهم عندك هي العم مبعد مدة توفت هي قطري اتي مشيت نطلع لها قطري معناها بسميهم إنتي وإخوتي صد قولي منهم شوي وبسميهم إنتي وإخوتي أنت مشيت ترجع لها في الدين متاح قال هي هذيت هومل هي محبش تقبلها محبتش المرأة لو لقطري خليهم عندك هي ومبعداش قطري خايشي مش نموت هي مريضة باقي المرض الخايب توفت الله يرحمها ربي يرحمها إن شاء الله معناها أعطتهم لي بدون نظر راجلها أي من بعد أعطتهم لها قطري بسميهم إنتي وإخوتي يخوذي منهم إنتي شوي بسميهم إنتي وإخوتي هي هي وقت مشيت أنت ترجع لها في الفلسات قالت لك أنا مناش واخذتهم وأنما أخوذ أنت وإخوتي اقسموهم مع بعضك أي يعطيك الطح أي وقالت لك حددت المقدار قداش قد لك حاجة أخرى قد لك تصدق منهم قد لك حاجة ما أعطتك شيء أي قد لك تصدق منهم شوي ولي بقية بسميهم إنتي وإخوتي طيب هي بعد قد لك أعطيتهم لي قد لك وستوفت هي قاعدة وكل فلوس عندي أعطيتهم السلفي الكبير وقسام ناهم وقاعد الفلوس ناهم محبيتش نمسهم أعطيت لأخواتها والخورين اللي أخذيتهم ناهم محبيتش نمسهم قاعد 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 رجلها قاعد دعار كل شي بقتهم لني باي نايا رجعتهم لو أخواتها ما بوش يرجعوا يرجعوا الفلوس قاعد برسلها معناها ما تكلم ناس قاعد أموها حيرة لنضر الفلوس ما أخذتهم أنت يعني الفلوس مالها هي ولا مالزوجة هذي هي فلوسها هي فلوسها هي وصلت قبل ما تموت قالت لك هذا يعني تصدقوا منهم وعخوذيه منتي وعطي لأخواتي منهم ما قد يعني المبلغ قداه يعني كبير مليون ومتين مليون ومتين هل مليون ومتين قتلك يعني وزعيهما بين كنتي واخواتي فقط وانت كيف تشوف زوجها يعني غاضبة قتيلها ورجعتيهم الفلوس رجعتهم ويرجعتهم وقاعد متغسس معناها كيفاش اخواتها هي ما رجعوش الفلوس لا من ناحية من ناحية شرعية كون الأصل كون وصية والوصية الميت نافذة خاصة في ثلثه وثلثه كثير كم يقول رسول صلى الله عليه وسلم يعني الميت النسان يكون يعني قائمه قبل وفاتها بمدة يعني ماهيش في اللحظات الأخيرة وكذا هي في سكرات الموت ولا شيء وليعلى سيت ما عندها صغار معناه ربي يرحمها ان شاء الله برحمته الواسعة وزوجها ان شاء الله يعني ربي يصبروا على فراق زوجته ونقول له انه ليس له الحق في هذا لانه لا يعتبر ميراثا وانما هي وصية ماهيش تاريك هذه المرأة اقرضتها وقد جتت ترجع لها في الدين قالت لها يعني انا هايك الفلسات هذوكم انا راني نحب ان تصدقوا منهم الكتب والباقي خوذي منها انت ووزعيه مع اختي فاتهى الامر اخواتي فهذه تعتبر وصية من بعد وصية يوصى بها او دين من بعد وصية يوصين بها او دين من بعد وصية يوصى بها او دين يعني ذكرت هذا الامر في القرآن في مواضع متعددة يؤكد على قيمة الوصية وكون الانسان له الحق في ماله هي الانسان عنده الحق ان يتبرع بثلث ماله عند انسان تسعين مليون ينجي مجي يقول ثلاثين مليون هذهم وصية ربي يشفيهم ويعفيهم إن شاء الله أصيبها لمرضى كذا هذه كلها يعني باب الوصية من حقها ثم الوصية لا تكون لوارث يعني هذه بالنسبة للثلث ولكن هذا الدين أرادت أن تتنازل عنه عنتي بخاطر فليس من حق زوجها أن يجزع وانتي هكذا سنتي رجعتين من الفلوس إن شاء الله ربي يجزيك كل خير وما قمت به وربي يهديه إن شاء الله نستقبل مكالمهات فيه أخرى من أختنا سامية والأخونا سامية والقسرين سي سامية والقسرين برحبا بيك مرحبا يرحم وليك سهلا بيك الله المستعين يرحم وليك يرحم وليك نعندي استفسار حول مسألة الرضاء كما هو معلوم عندك طلبت المرة الأخرى وعطيتهم معانتها الموضوع أمي خطبت لي بنت خالي عند عامين تزيد لكن صايرة قبل حالة متاع رضاء رضاء هي عن غير قصد معانتها ما تسميش كانت نية متاع رضاء الحكاية كانت أم أم بنت خالي معانتها هذه يجمع في الزيتون الطفلة لوطة جت بحلام أمي نا قتل أن يمكن سكتها الطفلة على الأساس مداعبتها لأكثر أخي هي كي طبست عليها معانتها وأمها فوق في شجرة الزيتون معانتها تجمع في الزيتون هي في حينها معانتها قاعدة ترضع في أخي الصغير بسهو معانتها عطتها رضاء رضاء معانتها كي عايزت أمها الفوق معانتها قاعدت من عرش لمصة لمصتين لسلسة أمها الفوق معانا عايزت بعد الطفلة هي بقوة معانتها ما كانتش عندها حد ثانية متاع رضاء غير شنية بتهو وقعه معانا وسمش كون معانتها اللي قال لي معانتها حكاية مبلغير تهو وقعه بلغير معانتها كانتش فيها قصد وكانتش كذا عمل على ربي والعمال ديمة على الله إذا كان ثمش كون شككلي في الحكاية ونحابة أتأكد من موضوع هذا بارك الله فيك ولن قضية النية مهيش مطروحة في الرضاء تماشى برضاء على نية أو غير نية ثم هذه الأعمال على الله هناك يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسبي ما يجيش إنسان يقوله يستفكت إنسان يقوله أي بره العمل على الله ما لا يعني الأحكام الشرعية عليش يعني يجب أن يكون حتى في القانون الوضعي البعض يقول مجالة لحظة شخصية نفس ستقول لابد أن يكون خلوز أو جاي من الموانع الشرعية من بين الموانع الشرعية هي الرضاء يعني حتى في القانون الوضعي هذا معمول به وحيانا القضاء نفسه يحتكمون الناس المثل هذه الأمور ويوثق أنت الذي الوضعي هذه صارت مرة واحدة فقط مرة واحدة شكون لش حد عليها الحكاية هذه نعم شكون لش شاهد عليها الحكاية هذه شكون حكاها لك أمك مرت خالق أمي لا أمي أمي حكيت هالي وشكون معها آخر ومرت خالق بيتمين ومعها نورمال مو خالي يعني هم قالوا لهم ما تفطنش للحكاية معانتها أما أم الطفلة هي الكفات تطلها معانتها كي سكت الطفلة يعني بتلفيتم تاعها هي يحكم بعضها قلت لها هي شبك تضع ساعي يا أخي معانتها فهمت هاكا عيط وفهمت ولا كاين مرتكبوا حاجة معانتها ما همش رأي دينها شوف سيسامي نعم أنت البنائة هذه تحب تتزوج بها مش تخطبها أكيد مادما خطبها وقريبت أكيد معانتها أنت تحب تتزوج بالبنائة هذه والبنائة هذه رضعتها أمك شوف الأصل كون الرضيع صار ينتمي للأسر البنائة هذه أصبحت بنتا لأمك إذا كان رضعت منها بقي قضية البذاهب في قضية الرضاع عدد الرضاعات والأمر هذا والسن بتاع البنائة اللي رضعت يعني وقتها أعمرها أقل من عامين لا وقتها أقل من عامين أقل من عامين شفت كذا أقل من عامين شوف أخونا سامي أقل من عامين يعتبر الرضاع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لما أراد أن يتم الرضاع لا رضاعة إلا في المجاعة يعني في المجاعة كون صغير يكون جعان بالحق ويحب يرضع أما مجرد كون تلقمه ثديها فقط بشتسكته أو كذا فهذا لا يزم يكون رضاعات معلومات متفرقات مشبعات على كل حال إذا كان أنت أردت أن تصرف الأمر على هذا وتخرج من الشبهة فقط تتزوج غيرها وغيرها كثير إذا كان بيته إلا أن تتزوجها فأختاروا لك أفتوى على المذهب الشافعي الذي يعني يقول لابد أن يكون خمسة رضاعات معلومات متفرقات أنا أرى كشفت المذهب وكذا وعنى ما جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها معنتها في كتاب مسلم قريت برسا حاجاتنا فهمت ولا تختلف المذهب صحيح أما أنا أقول لك أنا أقول لك راهي ما فميش حتى نية أنت قلت لي معنتها النية ما تأثرش يا سيخي يا سيخي سامي النية موضوع النية أنساه موضوع النية أنساه تفضل سامي يا سيسامي شوف يا سيسامي يا أخو يا سامي شوف مدام متفرقات شو معنى متفرقات مش خطر تحت الزيتون رضعتها يعني رضعتها نهارتها وبعد ذلك أسمعني يا أشخي وبعد ذلك أسمعني يا أشخي أبش ما تتخذش معلومة مبتسرة ومقتطعة يعني كون خمسة رضعات معلومات متأكدين منهم مئة بالمئة هذا متأكدين في الحولين متفقين في الحولين ما هيش لبنية كبيرة مرة ثلاث سنين ولا شيء وإن العلم إذا كان أردت أن تأخذ بالأحوط وأن تحتاط وحتى لا يكون في زواجك شبه عليك بالمذهب المالك الذي يحرم حتى الرضع الواحدة إذا الحنفية يقولون ثالث الشافعية يعني القول المختار بالنسبة لوضعك أنت أنه هذه تتزوجها وإن ومن قلد عالما لقي سالما يعني هذا القول موجود وعليه العمل في المذهب الشافعي ويفتون به في كثير من البلاد في مصر والأزهر يفتي به وغيرها فلذلك الأمر واسع بحمد الله إذا كانت تتعلقت بهذه الفتاة تعلقا شديدا وإردت أن تتزوجها فلكذلك إذا أردت أن تستبرئ لدينك وتبعد على الشبهات الكل وما تبقاش المسألة ذي نقطة يعني في حياتك بعد تالي وكل مرة تدخل على الانترنت وتقرأ واشقاله الملكية واشقال الشيخ فلان واشقال الشيخ فلان يعني خذ بالأحوط وأنت مكش ما تتزوجهاش إذا كان أردت أن تأخذ بالأيسر فالخمسة رضعات ما تحقيقوش زي تأكد منهم أخي سامي وما رحبا بيك البرنامج مفتوح نجم زي تطلبني حتى الجمعة جاية يعني ولا حتى على رقمي الخاص طوالي أنا أعطيك رقمي عند الإخوة وزي تأكد من نسوة من اللاهين بالموضوع هذا نمر المكلمة هتي في أخرى من خون عب ستار من حامة سلام عليكم عب ستار أهلا وسهلا بيك كيف حالك يا أخوي بسمية الأحوال في الحامة غاج ربي بقي السطر إن شاء الله وربي يرحمنا أجمعين إن شاء الله وبعد علينا الوباء والعناء إن شاء الله يحفظكم بما يحفظ به عبادنا الصالحين ربي سأل ببريك لك ورحمه الله يفضلك يا أخي الحامة هذه يعني هذه بلادي الحامة يعني أنا من الحامة والحامة يعني أرض طهر الحداد وجلولي فارس والدغباجي وما أدراك ومحمد علي الحامي هذه بلاد ولادة حقيقة وإن شاء الله رب يرفع عليها الغمة هذه وتأخذ حظها إن شاء الله ومجالها حتى هي من التنمي إن شاء الله أمين يا أبو بالعالمين ربي ببريك بفضلك سي عب ستار بفضل سي المرة الأخرى سألتك على المتردية والمختنقة وما هي كنت استمع تم مثلا دي راكت ضربتها كرم لكن ليس معروفة بصراحة لا ميت دا حي أسكي لأختي يلبحها مع ما أحبير ولا لا يعني شاءت هذه ضربتها كرم أي دي راكت وأدركتها حية لكن مشكل لأن الدخل دا غير لها حد دخلت بعضها ربما أشوف سهب ستار إذا كان أدركتها يعني فيها حيات الآية استثنت قالت إلا ما ذكيتم شو معنا ما ذكيتم إذا كان أدركتها هي فاها حيات ما زالت تتحرك أو كذا واذبحتها أحلال تنجي متأكلوها فهمتني إذا كان هي الشاتة داي القطيع متعدي وهي صدمتها كرم أو كذا وجيت وانتم مقيتوها ماتت تهل أمر لا حركة عينها ولا حركة ذنبها ولا حركة رجلها وحتى كي جيت تذبحوا فاها وجدتوها يعني لا مفم حتى حياة مستقرة هذه عبسطة تعتبر جيفة لا تأكل تأخذ كأنها حكم الموقوضة والحكم المتردية لطاحت من بلصة عالية كونها تهشمت ولا شيء أنت زيد ثبت في الموضوع سعب ستار أراه إذا كان عند الذبح لم تجدون فيها رمق معناها فيها حتى أثر من أثر الحياة وقتها لا يجوز أكلها ولكن يجوز الانتفاع بها إذا كان يحب يصلحها يستحق جلدها ويتفاع بلحمها بيش حب يعطيه للكلاب أكرمكم الله أو شيء هذا يجيس عب ستار ربي بارك لك إن شاء الله ورب يبق عليكم بستر إن شاء الله ورب يأخذكم مرحبا بسيدي أهلا وسهلا شكرا شكرا يا سيدي إن شاء الله في حفظ الله أهل الحامة يعني على الظرف هذا الوباء الذي استشرى واستحكم ونحسب الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا وأن يرحم مبتلانا وأن يعافي مرضانا وأن يشفيهم جميعا إن شاء الله في كل أسقاع الأرض وفي بلادنا خاصة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الوباء إلى زوال إن شاء الله انحسار واندثار إن شاء الله وانحسار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين ويعني بالنسبة للسؤال كل ما أريد أن أقوله أنه إذا كان يعني أدرك هذه الشات سواء كانت نطيحة انتحتها شات أخرى أو يعني موقوذة أو متردية هذه إذا كان ماتت بهذا الأمر لا تؤكل وما أكل السبعة هذه كلها لا تؤكل إلا ما تم تذكيته ما معنى ما تم تذكيته إذا كان هي نطيحة ولكن أدركت يعني انطحك بش آخر فإذا بها هي مات هي يعني تتسكك كذا فأدركها مثل ما حدث لجارية جارية كعب بن مالك التي كانت ترعى في السلع يعني جبل في المدينة كانت ترعى فيه الأغنام فيعني أدركتها بحجر حادة طاحت تكشات هذهك وقريبة تموت ما لقاتش لعندها لا سكينة لا شي ثم حجرة ماضية كذا جابت ذبحتها فرسول صلى الله عليه وسلم عند وقت جاء ومحبوش يكلوها فعندما سألوا عليها رسول صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بها فاكلوها وهذا الحديث يعني موجود في صحيح الإمام مسلم فتؤكل لأنها متردية ما معنى متردية يعني طاحت من مكان عالي تم الموقوذة تحدفت بحاجة يعني وانا سقطت علىها جسم حاد أو شي ولكن أدركها قبل الوفاة قبل الموت هذا جائز كونها تؤكل أو يعني نطيحة أو يعني متردية أو موقوذة أو يعني ما أكل أسبوع يعني إلا ماذا؟ كي ثم معنى التذكية التذكية هي الذبيحة الذبح بالطريقة الشرعية على خلاف بين المذاب كالعادة يعني ترى قطع المريء أو قطع المريء أشترت لبعضهم قطع المريء والحقوم يعني الحقوم مبلعوم المقصود به مجرى النفس ومجرى الطعام والودجين هم العرقين الكبار اللي يلقاهم في رقبة الماشية فهذا إذا كان أدركها في مثل هذا الأمر وذبحها ونهر الدم فبذلك تعتبر تؤكل إذا كانت هي حتى وقلية ذب حفاها لا تحركت ولا كذا فتعتبر ماتت بالصدمة هذيك وتأخذ حكم الجيفة ولا تؤكل نستقبل مكالماتي في أخرى من أختنا منيرا بن عروس مرحبا بيك أختنا منيرا مرحبا بيك دكتور كل عام حيب خير إن شاء الله كل عام حيب خير إن شاء الله سانت خير وصلاح وفلاح إن شاء الله ونجاح أمين يا رب أمين يا رب دكتور حبي تنسلك على الزكاة تفضل أختي منيرا أني ثابت معناها تبدل ولا ليه أي وكيفش نحسب معناها يدرا نحسب بعد ما معناها أنا عندي قرض بنكي بعض ما أنا حيولي القرض وبعد معناها أنا أخو مصروفي وخالص دوايا ولا نحسبك هيك من منوع الكل معناها شهريتي مش شهريتي معناها عنديك فلوس مندخرتها واختنا منيرا مندخرتنا في بلية للحج باهي إن شاء الله رب يبلغك إن شاء الله ونية المرء أبلغ من عملي ومن تمنى شهادة بصدق رزقه الله ونزله الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه إنما الأعمال وبالنيات وإنما لكل إمر منواء إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا البلاء ورب سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحب ويرضى وبإذن الله السنة القادمة تحج واختنا منيرا المال المدخر لحاجة سواء كان أنا من نخبي فيه للحج وللم فيه العرس وللم فيه بيش نبني وللم فيه كده هذا أراه القول الراجح قول الراجح اللي عليه جمهورها للعلم كونه يخرج عليه الزكاة إذا كان أبلغ النصاب النصاب إسناق قداش في العام الهجري هذا يا جديد 1442 هجرية هو 14 مليون و364 دينار 14 مليون و364 دينار إذا كان أبلغت المبلغ هذا وقتها ولي عندك نصاب هذا يا المبلغ اللي تحد إذا كان أبلغت أقل من هذا ما عندكش نصاب عندك 10 ملايين ما تخرجيش زكاة عندك 11 مليون ما تخرجيش زكاة إذا كان وصلت 14 مليون و364 دينار هذه وقتها تبدأ تحسب حول كامل وتخرج 2.5% يعني أنت لهم 20 مليون قلت بش نعم بهم حجة وكذا نجي لك 20 مليون دار عليهم عام دار عليهم عام العام هذا يعام عربي عام عربي من محرم إلى محرم نعم نجي أنا نقسمهم على 10 العشر نلقى زوزملاين نجي لك الزوزملاين نقسمهم على 4 نلقى 500 دينار نخرج 500 دينار وربع العشر دائماً أبداً مع الفلوس لكل بقى السؤال آخر سألتني عني قتلي أنا عندي قرض هذاك يقتطع بطبيعته القرض هذاك قاعد يقص بطبيعته هذاك معناها أنت تحسب المال المدخر نعمتني ودائماً تحسب الأشياء المال المدخر اللي دار عليه العام هذاك يخرج منه الزكاة أختنا مونير معناه دكتور كيف نوصل للنساء أنت كيف توصل للنساء ما نحسبش لا قرض لا حد شيء لأنه وقتاً إذا كان الفلوسات اللي ادخرتهم اتعد عليهم عام أخت مونيرا ومنقصتيش منهم ما معنى معناه أنا عندي عشرين مليون في واحد محرم هذاي ماشي يموري منظمة عندي عشرين مليون جاء رمضان جبت عشر من أين شريك بيهم مثلاً سيارة ما عادش عندي نصاب وقت نبقى ونستنى حتى نرجع عندي 14 مليون استسمع فيه أخت مونيرا شنو سؤالك شنو ما فهمتيش لأ لأ فهمت النصاب معناه ممكن سؤال النصاب هو المبلغ النصاب يحدده قاعد يتبدل معناه يتبدل من عامل العامل علش يتبدل على خاطر سمحت مفتي الجمهورية في مطلع كل سنة هجرية يعني شوف مقدار 84 قرام ذهب ذوق 24 باش نحددوها احنا النصاب نعم مش بالفلوس تحددوه بالذهب الخالص الذهب الخالص اللي هو غير مخلوط بالنحاس يعني ذوق 24 أو السمو العيار 21 في بعض الدول في القليج العربي أو كذا يعني هذا شوفوا قيمته هو ميزانه هو اش يسوى فلوس يعني حسب البنك المركزي وحسب كذا فيحددوه كون وهذا هون النصاب بتاع الزكاة المال بتاع الزكاة الفلوس لأن الزكاة مش كان في اللوف ثم زكاة الحرط ثم زكاة الماش زكاة العروض التجارة يعني لما بالنسبة للفلوس إذا كان السن مخبّل الفلسات هادوما ودار عليهم عام قمري والأولى كان الفلوس هادوما ينميهم يعني ما معنى ينميهم لأن الزكاة الأصل فيها كان تخرج من المال النامي كونه اللي يخدمهم في تجارة ادخره لحاجة فيخرج عليه الزكاة أخذا بالأحوال أنا عندي الفلسات هادوما العشرين مليون جيت نشوف من بعد وقت دار العام لقيتهم نقصوا معاش نخرج عليهم الزكاة أما بالنسبة للمذهب الحنفي فيقولوا العبرة في أول الحول وآخر الحول الجمهور الملكية والشافعية والحنابلة يقولون إذا كان إنسان نقص المبلغ بتاعه أو الحاجز بيقول هم يملك الفلوس هديك وبلغ النصاب وحلالي الحول ولكن إذا كان نقص ما عادش يحسب حتى ليين يوصل للنصاب من نوله جديد ليين يولوا عنده 14 مليون و364 دينار ووقتها يعود يحسب من نوله جديد بالنسبة للمذهب الحنفي يميلون إلى الفقير كثيرا وأنا وسندهم في هذا حقيقة في هذا الأمر كون يقولك أنا العبرة في أول الحول وآخر الحول أنا عملت حول النفسي واحد محرم ولأ عملت عشر رمضان ولأ عملت كذا هذا بالنسبة لي يوم سنوي نخرج فيه زكاتي شفت في أول العام وآخر العام لقيت عندي نفس النصاب وحتى اللي كان ما همنيش في الهزات اللي صارت ولا في النقص اللي صار في المذهب الحنفي يقولك مدام ما في أول العام وآخر العام عندك النصاب تخرج زكات قول الجمهور الملكية والحنابلة والشافعية إذا كان نسل نقص الفلسات هدوكم ما يخرجش عليهم حتى لي نيدرك النصاب من أول جديد ورب إن شاء الله يزيد في مالك اللهم يا قوي يا متين بلغنا أمالنا في هذا الدين يا رحمن يا رحيم نسألك اللهم مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم يا عفو يا غفار رزقنا العمل المبرور والسعر المشكور والتجارة التي لا تبور والشفاء للأبدان وما في الصدور اللهم ارحم موتانا وعاف مرضانا واهدي مبتلانا واهدي الظالمنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محرومة واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما معصومة وارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على نبيك المختار وعلى آله الأطهار وعلى صحابته الأبرار ما تعاقب الليل والنهار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين في رعاية الله وحفظه دمتم لم يبقى لإلا أن استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر